بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد علي أفضل الصلاة والسلام أهلا بكم جميعا معكم محمد أحمد من قناة فيكراس في فيديو النهاردة هنوضح طريقة تجميع الوحدة سمارت وهو التصميم الثاني بتاعنا من أول تصميم البي سي بي المستخدم اللي هنسيبه لكم أسفل الفيديو مرورا بالقطع الالكترونية المستخدمة وطريقة تجمعها مع شرح مبسط لفائدة كل قطع الالكترونية من القطع دي على حدة وطبعا ما تنسوش تشاركوا الفيديو وبين أصدقائكم يمكن تكونوا سبب في توصيل المعلومة لحد محتاجها تابعوا معنا قبل ما نبدأ التسكير بسيط بطريقة الشراء من موقع JLCB طبعا انت بتسجل في الموقع وبعد كده تضغط هنا واد جربر بعد كده ترفع الملف الخاص بك ملف الجربر الخاص بك تمام بالشكل ده وتنتظر بعد كده تظهر لك تقدر طبعا تراجع الملف بتاعك من هنا وانت بتشوف الصورة بتاعته بحجم أوضح تحميلها وتكبرها بعد كده سيفتو كارت بعد كده تخلص رفع التصميم الخاص بك وبعد كده تشيك أوت وبتسجل بياناتك الخاصة بالشهن وبتحدد طريقة الدفع المناسبة لك عشان توصلك في قرب وقت ان شاء الله نبدأ على بركة الله دول طبعا التلات تصميمات اللي وصل اليها تصميم المزرعة الزكية والتصميم البيت الزكي والتصميم الخاص بالرلاهات التصميم الجديد الخاص بالرلاهات نفتحها ان شاء الله بيكون معي 10 تصميمات طبعا انا كنت فاكت فيهم تصميم قراريدي وبعد كده بيكون اللحتين معاك بالشكل انا طبعا استغلنا الحكم الحجم عشان يبقى معنا اللحتين كما وضح امامكم الكفاءة ممتازة ممتازة كمان كل المقونات الهولز الموجودة معنا ممتازة نقدر نوصلها تستخدمها او باستخدام اهل حد تقدر تكسر التصميم او تكسره على طول باستخدام عن طريق الهولز اللي احنا عملنا هتفصل لك التصميم دي طبعا الهولز اللي انا وضحنا على بردامك فريتزينج اكتر من مرة ازاي بتجيبها و ازاي بتنفيزها حتى تقدر تفصل مبانا التصميمات وتستغل المساحات او تقلل المساحات بحيث انك لا تهدرش في اللوحة البيسي بي هذه اللوحة البيسي بي اللي موجودة معنا نبزة وسيطة عن المكونات اللي موجودة فيها ده طبعا الاتي ميجا 328 هو عبارة عن 28 بين 14 في اتجاه زي مواضح حمامكم ومع طبعا الكريستال 16 ميجا هيرتز 22 بي اف تمام موجودين معنا وهي طبعا الاس بي 866 الاطراف بتاعتها طبعا موصلة كلها شرحنا ده اكتر من مرة وده شرحنا في درس تصميم لوحة الزراعة الزكية اللي انا شرحناه امامكم وهي طبعا دايرة تنظيم الطيار 2LM317 المقاومات بتاعتهم دايرة 318 فولت والدايرة الثانية 5 فولت وهي طبعا المقاومات المستخدامة لتنظم الطيار وبعد كده دايرة حماية الطيار لتعتمد على 2 ضيط 2 أمبير وبعد كده فيوزو المفتاح حشان نقدر نحمة دايرة والمفتاح حشان نقدر نفصل الدايرة وهي طبعا الرزيتة الخاصة بدخول الكهربا الموجب بالسلب كما واضح امامكم وبعد كده فيمعها 15 مقاومة 1 كيلو تحتهم 15 ترانزيستور 2N 2N و بعدين ده الرزيتة لها براعا مشترك لموجب ما هيقدر تجمع في الموجب وهنا رزيتة سلاسية قد نستخدمها ونستخدمها كثلاث مفاتيح وباقي رزلتات معنا يعني التجميع كله خمستاشر مفتاح هنا نقدر نركب سيرفو الطرف بتاع السيرفو متوصل على البن البي دابليو ام دي تلاتة نقدر نشغل عليه سيرفو معه طرف طبعا الجين دي بتاعه وطرف الخمسة فولت والدي اتنين نقدر نستخدمه كحساس للحرارة ونقدر نستخدمه كأشارة ديجيتال مثلا لمعرفة مستوى الماء في الخزان ونحافظ عليها نستخدمه كحساس حرارة وارتوبة وكسيرفو نستخدمه معنا مثلا لحماية الابواب وتأمينها من الدخل وهذا طبعا طرف الازيور هنستخدمه في تشغيل مفاتيح الانالوج كما وضحنا قبل كده وشغلنا سبع مفاتيح على طرف الانالوج هنشغل ان شاء الله الخمسة شر مفتاح لنفس الطرف الانالوج ولو ان شاء الله لنشغل الخمسة شر مفتاح نستخدم أي طرف الانالوج عن طريق ان نلغي الترانزيستر والمقاومة لستخدم الطرف الانالوج وصل على الترانزيستر لنستخدم مقاومه بأستخدام أن نحتمل مقاومة وصل على مقاومه اي zero هذه ناس دائرة فضل لديه الديه ومقومه 10 كيلو مفتاح للريسيت لو انت حابت اضيف المفتاح ايضا كما ان اضيفه في الدايرة نذهب لتجميع الديه ونستخدمها لتركيب الـ IC ويجبتها 10 بنت وقسرتها وقامتها 6 بنت وهذا يوجد الكريستال 16 ميجا هيرتز وستخدم كتاتي منها سوف اضيف المفتاح الاسلاك من الاتجاه الثاني بحيث ان يتسببتهم في البرضة ويجب ان يقعوش معي في البرضة ويجب ان اللحام لا يسقطوا مني وبعد ذلك سوف احتاج امسكهم من الاتجاه الثاني وبعد ذلك سوف اركب المقومات معي 15 مقاومة 1 كيلو سوف اركبهم بالترتيب لكي انت لو ركبت كل حجم الراحة لا تستطيع تعمل بمكوة اللحام سوف اضيفك الاطراف طويلة ويجب ان اضيفك الاطراف سوف اتضيع منك وقت نفس الفكرة هذه المقاومات بتاع تثبيت الطيار سوف نبطأ الفيديو المقاومة الاولى تنظيم الطيار مقاومة 1.5 كيلو وبعد ذلك مقاومة 510 قوم يعني 1500 قوم وبعد ذلك مقاومة 510 قوم دائرة التنظيم من على الشمال وبعد ذلك 510 قوم وبعد ذلك 330 قوم دائرة التنظيم سوف تعمل على 3.3 من 10 فولت بعد ذلك اطراف الموجب والسالب سوف تكون موضحة على البوردة وبعد ذلك سوف اضيفك الاطراف سوف تعمل على البوردة وبعد ذلك سوف تعمل على البوردة ثم بعد ذلك سوف تعمل على اللحمات طبعا سوف اضيفك الكلام لابدت للموضح للموضوع سوف تعمل على البوردة ثم سوف تعمل على البوردة ثم ثم سوف تعمل على البوردة ثم ثم السلام سوف تعمل على المكور لتكثير في المنطقة مفتوحات ثم لماذا سوف تعمل على نهم ثم سوف تعمل على الأطراف ثم تعمل على سيف لإضافة ثم سوف تعمل على الأطراف الآخر ثم طرح لكي تكون معكم أكثر وضعه بسيط جدا وبعد ذلك سأقص الأطراف في استخدام الصفة كما وضع حمامكم وبعد ذلك سأقص الأطراف وبعد ذلك سأقص الأطراف ستبقى بالشكل سوف تثبت الفيديو من خلال ألوان المقاومات ستفهم لو أنت لا أخذت بالك من الكلام وبعد ذلك سأقص الأطراف الموجب وهو اللي فوق أنسى تكتبه إن شاء الله في التصميم الذي يكون موجود أسفل الفيديو سأكتبه لكم على الطرف الموجب وبعد ذلك سأضيف المقاومات الـ 10 كيلو و الـ 1 كيلو و الـ 2 كيلو الخاص بالـ ASP وهو مقاومة الـ 10 كيلو الخاصة بزرار الـ Reset وسأبدأ ألحمه استخدام المكوى القصدير أو الأزير بالشكل مثل الأسلاك تمنع المكوى أن تدخل مكوة اللحم تمنع أن تدخل الأسلاك وبعد ذلك سألحم أطراف المفاتيح مفتاح الفصل والتشغيل و مفتاح التبديل لأطراف السيرفو لأنه يوصله 5 فولت أو يوصله الطيار اللي داخل كله سواء كانت 12 فولت أو 9 فولت أو 7 فولت على حسب السيرفو أو حسب الميديول اللي تستخدمه نحن ركبنا مفتاح ينقل لك الطيار وبعد ذلك سأركب الـ 15 ترانزيستور معي 2N هذا ترانزيستور رخص جدا و 400 ميلا أمبيري و يشغله بكفاءة عالية و بعد ذلك سألحم الأطراف سألحم كل هذه الأطراف ولكن فهمنا الفكرة التلحيم و فهمنا أنها بسيطة و تكون اللوحة بسيطة بسيطة الأطراف الأضافية الخاصة بالـ A0 و D2 و D3 وهي السيرفو و حسب الحرارة و رطوبة و المفاتيح كما وضح أمامكم سأركبنا أطراف ميل لكي نستطيع أن نركبها الجاكات الفيميل و بعد ذلك سأركب الترمينال أو الرزيتات سأركبها بسيطة تماما اخترت ألوان مختلفة لكي تكون واضحة كما وضح أمامكم درجة الحرارة بسبب ضعف الكهرباء و لا أقوم بسيطة لكي تلحمها فهي تلحمها كما تلحمها كما تلحمها كما تلحمها سخنة و تبدأ تلحمها بكل سهولة ركبت الـ A-S-P و أركب الـ A-T-Mega بالشكل هذا أقدر و أركبه و أعدل البرمجة و أركبه و أقوم بإمكانك و أقوم بإمكانك طريقة استخدام بإمكانك بإمكانك سأركبهم على الدايرة و توقف الفيديو لكي ترحمها لكي ترحمها و تفهم كل شيء فضل الفيوز لذلك لم أجدت في السوق المصري فأنا جبت تشعيرها سلك شعر و وصلته بحيث أن يكون مثل الفيوز عندما يحصل لود أو حملة لو عكست الأطراف ينصهر السلك و أقوم بإمكانك و أقوم بإمكانك بسم الله تمام لا يوجد أي مشكلة بعد نتأكد من درجة حرارة منظم الطيار و نرى الأطراف من أن نبدأ بإمكانك أمر من الأطراف و نتأكد من العلامة بإمكانك أقوم بإمكانك و نتأكد من حرارة منظم الطيار لكي نرى لو كان هناك مشكلة و نقوم بإمكانك و نجرب اللوح و اعملت كود لشبكة محلية و أعمل لكي أوضح أن اللوح لا يتم تعمل فى مشكلة في السنسور حرارة و رطوبة و لا يتم تعمل و لا يتم تعمل و لا يتم تعمل فى السنسور و لكن يعمل فى 2210 و ليس متوفر فى السراكب فى الدائرة و لا يتم تحت الاختبار و كما وضح أمامكم التشغيل و رد الفعل و لكي نشغل على الشبكة المحلية و في الدرس الجاي سنوضح كيف نستطيع و أجد و نستطيع و أن نستطيع فى أجد و كيف ندفت و كيف نستطيع و قمنا بنا نهاية فيديو النهاردة لا تنسوا و لا تنسوا اجتماعوا للفيديو لايك و سبسكرايب و اتفعيل الجرس و لا تنسوا تشاهدوا الفيديوهات الشركة الفيديو مع صدقائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة